سنة ثاني من الجد والاجتهاد في صناعة الألبان والأجبان مكنت السيدة سراب المضيط ذات 47 عاماً من قرية تل الدرى في ريف مدينة السلمية من تأسيس مشروع مدر للدخل بالإضافة إلى اقتنائها دراجة نارية تمكنها من بيع منتجاتها لتوفير الوقت والجهد حبت اشتغل بهذا المجال لأنه عنا مزرعة وحبت تطور حالي فاشترات أول شيء الدراجة النارية مشان أقدر فيني أخده وجيبه عليها الحليب بطلع على الجبل بيجيب الحليب بنزله بسخنه بروبه وتاني يوم بتجي في ناس بتأخد من عندي لبن في ناس بتطلب مني عند القدرة أنه توصل لعندي فبتحكي معي أنا هيكي بحب أني أخدمني يعني بأخد اللبن بودي لنيا حدا مريض حدا كبير بالعمر بوصل لنيا على الميتور وهي مهنة كتير حلوة وممتعة هذه الدراجة التي كانت حكرا على الرجل يوما اليوم أصبحت هي الوسيلة للسيدة السراب في عملها وتنقلاتها لإيصال منتجاتها وأعمالها لكل سبائنها ولتمكنها من حرية التنقل ويسهل حركة عملها تعلمنا على الدراجة النارية من نحن وصغار منحب نركب على الدراجة النارية ولقيناها كتير هيكي حلوة وهي فادتني بهالمجال هذا كتير يعني يمكن أكتر شي أنا ما فيني يستغنى عنها لأنها هي دائما أولوية بالدراجة لأنه ما فيني أنقل الحليب ما فيني نزل اللبن ما فيني أخذ التوصيلات إذا حدي وصلني على شي فهي بالنسبة إلي كتير موضوع فعال لإلي بالنسبة إلي وبتل الدراجة معتيني يعني بدوا هيك المشروع بدوا هيك دراجة مشاريع ناجحة وسيدات متميزات تمكننا من تحدي كل الظروف المعيشية الصعبة لإطلاق مهاراتهم وأعمال تمكنهم ماديا وتساعدهم دخول سوق العمل محيد دين فهد للأخبارية السورية ريف حمل